اليوم نحن متأرخين هنا بشكل كنش لتأسكات نشين بيت وتبن نجم اما شتفوت شل صدري وشتفوت شل يديد بغات ادخيل بميلاد ابتخاء واني اتبغ باعغافيت لقد خلق الله تعالى الجنسين الذكر والأنثى يكمل أحدهما الآخر ووفر أهلهما أسباب العيشي الظروفة والأساليبة لإنماء الحياة ونهدتها على أرجاء المعمورة إن دور المرأة عظيم سواء كان في الأمومة أو النشأة والمساندة في تعزيز النهضة العلمية وسنع القرار مرت المرأة عبر التاريخ بمراحل من التمييز مما أدى إلى تقيدها في حقوقها وحريتها التي تأسس البعض منها على معتقدات دينية وكانت عقبة وحجر عثرة في الحصول عليها لقد تركت المرأة في المجتمعات عامة بصمة واضحة لا يمكن إنكارها أو ضحدها وما زالت تقدم وتعطي في كافة مرافق الحياة كل قناعة بأن المرأة عليها أن تأخذ مكانتها بنفسها ومن خلال إرادتها الشخصية وكفاءتها ولا يخفى على أحدكم أن تقدم المجتمع ونهدته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل المرأة ودورها لا بن إرخراطها في شتى مجالات الحياة ليس عجباً فلقد كانت المرأة العربية الفلسطينية وما زالت مثالاً للشجاعة والتضحية والبطولة فالتاريخ لقد سجل نساء قد قدنا الحروبات ضد احتلالات عنيفة إن تأثر المرأة بالمناخ العام ربما يقيد تحررها ومشاركتها في الحياة العامة ورغم ذلك بقيت مجموعات لا بأس بها من الرائدات اللواتي اختحمنا الحياة العامة عنوة ونضلنا لإسماء صوت المرأة وأخيراً أرجو من جميع فئات المجتمع أن لا يغفلوا عن دور المرأة وأن يعطوها كامل حقوقها وأن يضمنوا لها كرمتها بالعيش وأن تفتح لها أبواب العمل على أنواعه فهي من يبني أجيالاً ينهضون بحضرتهم ويصنعون مستقبلاً لوطنهم شكراً أنا كثير متأثرة أول شيء بالوجوه المحترمة اللي عن جد اتكرمت ووصلت اليوم وحترمت الدعوة من نساء بسيطات ومن شخصيات جداً مؤثرة ومن مراكز اللي بتشتغل في الميدان وأثبتت وجودها بالفعل فيعطيكم ألف عافية صباح الخير للجميع صباح نغزل وننسج بها الخيرات بوجود الحضور المشرف كل من نساء النقب ومن الشمال والمثلث وفي عنا بعض الشخصيات اللي وصلت أو إنها رح تصل من الجليل صباح الخير خاص للمدعوات والمدعوين ضيوف الشرف مع حفظ الألفاظ والألقاب أود أن أقتنم الفرصة لو عرفكم على جمعية سدرة سدرة هي جمعية عربية نسائية في النقب تم تسجيلها رسمي عام 1997 كمنظمة غير ربحية قد قامت سدرة بتأسيس نساء من جميع إنحاء النقب أدركاً الحاجة الماسة لإحداث تغيير في وضع النساء العربيات في النقب على إنها عضو فعال في مجتمعها تنعم بالأمان وبالاستقرار كما وإنها فخورة بإراثة ثقافي أطلق على جمعية سدرة اسم السدرة لوجود شجرة السدرة التي تنمو في النقب وقد جاء ذكر هذه الشجرة في القرآن الكريم وهي تستخدم كمجزاة لبقاء النساء في النقب ولأننا نتواجد اليوم سوياً في مؤتمر تشغيل النساء العربيات في المجتمع البدوي أود أن أعرض أمامكم بمختصر مشروع النسيج كفكرة اللي موجودة في مجتمعنا ونموذج اللي ممكن نقتد فيه مشروع سدرة هو مشروع أساسي يعتبر من أكبر المشاريع داخل إطار قسم التطوير الاقتصادي في جمعية سدرة وهو مشروع النسيج تراثي حضاري الهدف الرئيسي الحفاظ على تراثنا وحضارتنا البدوية في المجتمع ولا الجيل القادم المشروع يشغل 58 امرأة منهن أربع نساء تداوم في مقارة جمعية بشكل دائم خمس أيام في الأسبوع أما الأربع وخمسين امرأة يعملن من خلال بيوتهن في قراهن على حسب الطلب والكمية المطلوبة النساء تعمل من مختلف القرى وأغلب القرى المختلف غير معترف بها السبب الحاجة الماسة والملحة للنساء وتحسين وضعهم بأنفسهم النساء تنتج عمل السجاد ومنتجات أخرى ذات جودة عالية ومميزة لدرجة أن أغلب المنتجات تسوق وتباع في أفضل المعارض العالمية وهذا سبب لتعزيز النسيج بأن يكون من أفضل الأعمال الحرفية على مستوى دول العالم لجودته العالية وقد فاز المشروع أكثر من مرة في المصابقات العالمية بسبب تميزه بالجودة العالية لذلك أصبح مشروع النسيج مصدر رزق لعشرات النساء العربيات في المجتمع البدوي ومن مختلف القرى ولكن لقلة الموارد داخل الجمعية لم نتمكن من توسيع إمكانية دمج نساء أخريات لمشروع النسيج وهل يوم نعقد مؤتمر تشغيل النساء في المجتمع العربي البدوي في النقب لنعرض أمامكم واقع خصوصية وضعية النساء البدويات في النقب وخاصة موضوع تشغيل النساء وإدراجه لسوق العمل لن نتعاون سويا بطرح أليات للتعامل مع الموضوع بمهنية وبخروج مع توصيات جدا تتوافق مع وضعية النساء كاقتراح أولي لنتبنى الفكرة من خلال الطرح الأساسي للتمثيل المكاتب الحكومية صناع القرار مبادرين ومستثمرين والمراكز والجمعيات الأهلية والمدنية للعمل على ذلك آمل بأن يكون يوم مثمر وناجح لأحداث التغيير نحو أقتصاد مزدهر بتعزيز نساء نوتاحت الفرص للعمل وإدراجه للسوق العمل تتوافق مع وضعيتهم وظروفهم الاجتماعية والحث في خلق أطر لإحتواء أطفالهن للتسهيل الأمر على النساء للخروج من بيتهم للعمل بأمان وأطمئنان نتمنى لكم يوم ممتع ومشوق ومصير وأيضا مؤثر يعطيكم العافية شكرا أمل ندعو مريم الجعار مسؤولة جمعية يديد في رهط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا أيها الأخوة أيها الأخوات ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات وكلكم مقامات وأشكر كل من أسهمه من قريب أو من بعيد في إعداد وإنعقاد هذا المجتمع وإنجاز مختلف موارده أنا ريمة جعار مديرة مركز يديد في رهط يديد مراكز حقوق مجتمعية المكان الذي تحل به المشاكل تأسست جمعية يديد عام 1997 على أساس رؤية للحد من الفجوات الاجتماعية وتعزيز القدرات الاقتصادية للسكان المحرومين والمستضعفين من خلال مراكز الحقوق الستة عشر المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تدرك جمعية يديد الرؤية من خلال مساعدات المواطنين الإسرائيليين على تحقيق حقوقهم الاجتماعية وبالتالي تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتمكين الأسر المستضعفة التي بدورنا كمراكز الحقوق نوفر لها الأدوات والآليات اللازمة لمساعدة أنفسهم حيث تعمل مراكز يديد الحقوق المجتمعية بالتعاون مع السلطات وكذلك مع المنظمات الغير مربحة يتم تنفيذ أنشطات يديد من خلال صندوق أدوات واليات التي تشمل المساعدة الفردية والقانونية من أجل أعمال واسعة وأنشطة لتغيير السياسات مراكز الحقوق تعمل في جميع أنحاء البلاد ولسيما في المدن والأرياف اليهودية والعربية على حد سواء لتمكين وتعزيز المواطن من معرفة حقوقه وعدم انتهاكها بالإضافة إلى القسم القضائي والقانوني التابع لمراكز يديد التي توفر وتقدم المشورة والمساعدات القانونية المجانية لجميع الرغمين في جميع المجالات تعتمد نشطات مراكز الحقوق على العشرات من العمال دوية الخبرة ومئات المتطوعين وبعضهم متطوعين محترفين في مجالات القانون والعمل الاجتماعي المحاسبة وأكثر من ذلك بهذه الطريقة تحقق منظمة يديد مراكز الحقوق هدف آخر وهو سد الفجوة بين القضاعات الضعيفة والقضاعات الأكثر قوة من الناحية الاقتصادية في المجتمع الأسرائيلي منذ أن تأسست جمعية يديد مراكز حقوق مجتمعية تم مساعدة أكثر من نصف مليون عائلات وأفراد من خلال قوانين كتبات على مراكز يديد وعبر عنها بالكنيسة حيث كان لها التأثير الحقيقي على أجزاء كبيرة من المجتمع الإسرائيلي يديد مركز حقوق للتكافل الاجتماعي وتطوير نشاطات اجتماعية وجماهيرية بالبلاد تأسسها في مدينة راهط عام 2002 وهو واحد من 16 مركز منتشرة في جميع أنحاء البلاد من الجنوب إلى أقصى الشمال بمراكز يديد تعطي استجارة مجانية بالإضافة لمركبتين متلقلتين لمراكز الحقوق التي بدورها تساهم بتغطية الحاجيات في القرى والأرياف العربية واليهودية جنوبا وشمالا هناك مركبة مراكز حقوق صحية حيث تتواجد حسب طلب المراكز المختلفة لإعطاء معلومات صحية من خلال طاقم طبي مهني يتم من خلالها تعزيز حقوق الفرد والعائلة وتشمل فحصات لمراكز المسنين وكل مواطن يرغب بالانضمام لفعاليات المركبة الصحية مركز يديد راهط ككل مراكز الحقوق نعطي استشارة توجيه قضاء مهني مجاني بإدارة طاقة محاميات مهنيات محترفات بمجالات قانونية وقضائية لجميع المتوجهين من النقب عرب ويهود مركز حقوق يديد راهط متواجد بكنيون راهط الطابق الأول يساعد ألاف السكان بحيث يحصل المتوجهين للمركز على استشارة مهنية في مجالات مختلفة للتعامل وتخطي ومواجهة المشكلات والصعوبات بتوجيه القسم القضائي والقانوني التابعة لمراكز حقوق يديد التي تعمل مجانا لمساعدة توجيه المواطن بتحدي الصعوبات ونيل حقوقهم وعدم انتهاكها من التحديات مواجهة صعوبات في التأمين الوطني العمل الاستهلاك البلدية دائرة الإجراء الصحة الرفاه التعليم حقوق المسنين عائلات أحادية الوالد استحققات الإيجار قروض الإسكان السكن الحكومي إفلاس ومجالات أخرى يعمل مركز يديد راهط ككل المراكز بشراكة مع منظمات استشارية قانونية وقضائية مجانية على حساب الدولة بالتعاون مع كلية يديد يتم إعطاء ورشة عمل للنساء والعائلات حسب الحاجة مشروع نساء يتحدثنا عن العمل من خلال هذا المشروع تكتسب المشتركات آليات للتعامل مع الصعوبات من مدخلات ومصرفات المنزل إعطاء إثراء بحقوق المرأة وإدماجها في سوق العمل تعزيز قدرات النساء على معرفة حقوقهم والمطالبة بها بالإضافة إعطاء ورشاة عمل مهنية لمنح النساء الحصول على أماكن عمل آمنة توفر للعامل جميع حقوقه أخيراً أود أن أذكر من نجاحات يديد في راهط خربطني يا أمل من نجاحات جمعية يديد التطوير نشاطات اجتماعية وجمهرية في راهط النجاحات التي حققتها الجمعية هي في تحقيق العدالة المجتمعية للمواطنين كما أني كانت حصة الأسد لجمعية يديد في فتح بنك أبو عليم وإدخال المواصلات العامة للبلدة توفشنياركشاني مبرخة تمنكليتشيلي صري التابنوت تسبت يديد تدع لاتميخاش لخيم تدع لكلام شكراً رימה אני קוראת לבמה את חי הנוח מנכלית איפור עמדו קיום בנגב אז בוקר טוב לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים שמחה לראות את כולכן הבוקר ולהיות כאן כמובן ציפינו לפתיחת הכנס הזה לאחר עבודת החנה ממושכת זה כנס בעצם ייחודי וראשון מסוגו שיזמו נשים וארגוני נשים למען עצמן ולמען נשים אחרות דומה שזה הכנס הראשון העוסק בתעסוקת נשים בעצם שהוא אורגן מלמטה מתוך הקהילה או החברה המשותפת ולא מלמעלה על ידי הממסד האקדמיה או גורמים יוזמים שהם כמובן ברוכים אבל הם גורמים שבאים מחוץ לקהילה הכנס מבטא רצון משותף של אנשים להחזיר את סוגיית התעסוקת הנשים אל תוך הקהילה ולכן חברנו סדרה שזה ארגון של נשים בדויות ידיד רעת ואפור עמדו קיום בנגב וכוונתנו היא לעסוק יחד בסוגייה בוערת וקשב בהנחה שעד שסוגייה הזו לא תיפטר לצערי הקהילה הבדואית תמשיך להיות קהילה ענייה ביותר בישראל ש-70% מהילדים שלה חיים מתחת לקה ועוני העובדה שרק 24% מהנשים הערביות בנגב מועסקות ובדרך כלל בסחר נמוך ורבות מהן בתחומים בלתי מקצועיים ובכל עבודה מזדמנת דורשת פתרון ממשלתי ומערכתי אך גם עבודה מבפנים שהיא תנאי חשוב לפתרון חלק מבעיד אנשים הבדויות שמתקשות למצוא מקום תעסוקה ובייחוד מקום הגון והוגן החשיבות שלה הקמת מערך תמיכה ונטוורקינג לנשים לא תתואר לשם כך חשוב להציג את הנתונים בנושא התעסוקה ובמיוחד את החסמים שבהם נתקלות נשים ולהתחיל לעסוק בסוגייה כדי שימצאו פתרונות אנחנו בפורום לדוקיום עוסקות בדרך כלל בארגון פרויקטים של תיעוד פרויקטים שבהם נשים מצלמות וחלק מהם יושבות פה ומתעדות את חייהן בכפרים הבלתי מוכרים הודות באמת לקרן רוזה לוקסמבורג המפגש עם הנשים בפרויקט הזה נמשך כבר חמש שנים והוא הביא אותנו למגע ישיר עם נשים שעל מצוקותיהן שמענו מדי שבוע נושא שעלה פעמים רבות בשיחותינו היה הצורך של נשים לצאת לעבודה בכל פעם שמישהי פרשה כי עלה בידה למצוא עבודה שמחנו על שנה סכרה נעצבנו על זה שחברה עזבה אבל נעצבנו גם מכיוון שאנחנו יודעות שהיא הולכת לעבודה קשה להרבה שעות עם נשיאות שנמשכות שלוש שעות ביום כדי להשיג פרנסה למשפחה בתנאים קשים ולעיתים תוך ניצול והפרה של חוקי העבודה עם זאת אנחנו יודעות שלמצבה של המשפחה הוא תו אך באיזה מחיר לפני כמעט שנתיים התחלנו בלימוד סוגיית התעסוקה ואחר כך בכתיבה של חומרים עבודת לובי בסיוע מרשים של חברת הכנסת איידה תומס לימן שנכנסה בו והקורה וכן חברות כנסת אחרות אך המני העיקרי העומד מאחורי השינוי הנדרש יבוא מהנשים החזקות של הקהילה הבידוית שנושא התעסוקה הוא בעל חשיבות עליונה עבורן לרובן אל אנשים שמהן כאמור שאהבנו את ההשראה והעידוד לעסוק בנושא אפור וקשה זה ששרי ממשלה ומקבלי החלטות כמו גם התקשורת סליחה הטלוויזיה החברדית כן פה אבל רוב התקשורת לא ממש מתעניינת בו הן שעודדו אותנו ומדות אותנו לפעול ולקדם את הנושא אני ממתינה בקוצר רוח לסיומו של הכנס הזה כדי שנוכל להתפנות למימוש ההמלצות שיעלו כאן אך גם כדי להתחיל לפעול כנגד היבלת עלי החליטה ממשלת ישראל והיא להפסיק לממן פרויקט השלמת השכלה שעלותו שני מיליון שח ושאליו מגיעות המוחלשות שבנשים אותה נשים שלא לימודי יסוד הניתנים בפרויקט לא יוכלו להתקדם בעולם התעסוקה ובכלל מאחלת לכולנו כנס מועיל ובונה ומלמד תודה רבה לכולכן תודה רבה לחיה אני קוראת לבמה את אישי מנוכין יציג קרן מזון בישראל שלום וכמו חיה אני מתנצל אבל אני אדבר בעברית אנחנו שמחים על העבודה של שניים הארגונים בהם אנחנו תומכים ידיד והפורום בנושא הזה כי כשכולם מדברים כמו שחיה אמרה על 24% מהאנשים שעובדות אנחנו מיד מסתכלים על הנתונים שהביטוח הלאומי פרסם לפני חודש שמצא שבפעם אחרונה שהם בדקו ש-42.4% מהמשפחות הערביות בישראל חיות באי ביטחון תזונתי שמתוכם 50.2% מהילדים הפלסטינים בישראל חיים בחוסר ביטחון תזונתי כשאחד מכל שלוש מהם יותר מאחד מכל שלוש חי בחוסר ביטחון תזונתי חריף וברעב אנחנו רואים קשר ברור בין תעסוקה ותעסוקת נשים לחוסר ביטחון תזונתי ולילדים שהולכים לישון בלילה רעבים או ילדים שמגיעים רעבים לבתי הספר ולכן אנחנו שמחים הן על הכנס והן על העבודה המשותפת כי ככל שיהיו יותר נשים עובדות יהיו פחות ילדים רעבים תודה וכנס מענה